الحمد لله وكفاء وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد أعزاء المستمعين أبناء الطلبة والطالبات سبق وأن بينا أقسام التوحيد وقمنا بعرض الأدلة التي تؤكد على توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات والآن حق لنا أن نشير إلى دليل هو من أعظم الأدلة على الإطلاق ألا وهو دليل الشهادة شهادة الله تبارك وتعالى لنفسه بالوحدانية هذا ما ينبغي أن يعيه الطالب تماما في هذا المقرر وسيقوم عرض هذا الدليل وفق هذا الدرس على هذه العناصر أولها بيان معنى الشهادة حيث نظهر لك المقصود بالشهادة أيضا نبين مراتب الشهادة كذلك نختم بإبراز طرق الاستدلال على وحدانية الله تبارك وتعالى من خلال دليل الشهادة إن الشهادة ليس هذا الدليل بعيدا أبدا عن الأدلة السابقة حيث إن ابن أبي العز رحمه الله قد أكد في شرح العقيدة التحاوية على دلالة هذا الدليل وأنه ليس بعيدا أبدا عن الأدلة السابقة التي تبرز توحيد الله تبارك وتعالى معنى الشهادة نطقت به الآية العظيمة في سورة آل عمران يقول تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والملائكة وأولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله تبارك وتعالى قد شهد لذاته كما شهدت الملائكة وكذلك شهد أولو العلم فهذه شهادة جاءت بها الآية الكرآنية لتؤكد بأعظم الطرق التي توجب توحيد الله تبارك وتعالى وهي طريقة الشهادة شهادة الله تبارك وتعالى وشهادة خواص الخلق وهم الملائكة وشهادة أهل العلم إن الآية الكريمة قد دلت على إتات حقيقة التوحيد وتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد وهو الله الواحد الأحد بأجل مشهود به وهو الوجود وجود الله تبارك وتعالى وخلقه للكون وما فيه واستحقاقه للوحدانية سبحانا وذلك بما اعتمدت عليه الآية الكرآنية من إثبات شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم والوعي والفهم وعبارات السلف في كلمة شهداء تفسير السلف لكلمة شهداء تدور على الحكم شهداء أي حكمة قضى أعلم بين أخبر وكلها كلمات ليس بينها تنافر بل إنها جميعا تصب في هدف واحد أو تحمل على معنى واحد وهو شهادة الله تبارك وتعالى لذاته بالوحدانية إن هذه الأقوال كما قلت لا تنافي الصحيحة الحقيقة ولا تنافي بينها فإن شهادة تضمن كلام الشاهد وهو الله سبحانه وخبره تبارك وتعالى الذي أخبر به كما تضمنت إعلامه وإخباره وبيانه أما عن مراتب الشهادة وهو العنصر الثاني من مناصر هذا الدرس فإن مراتب الشهادة أربعة أول مرتبة مرتبة العلم ومعنى ذلك أي علم الله تبارك وتعالى ومعرفة اعتقاد صحة المشهود به وتبوته إن الله تبارك وتعالى قد أكد بعلمه أنه الواحد الأحد الفرد الصمد وعلى الأمة جميعا وعلى كل من يسمع هذا الخبر أن يؤمن به وأن يشهد به لماذا؟ لأن الله هو الذي أرسله أيضا مرتبة التكلم والخبر تكلم الشاهد وقوله وذكره لما شهد في نفسه به حيث إن الحق تبارك وتعالى قد شهد لنفسه بذاته شهد لذاته بذاته بأنه هو الواحد الأحد فما على العباد إلا أن يقره أن يعترفه كذلك من مراتب الشهادة مرتبة الإعلام والإخبار الله هو الذي أخبرنا وهو الذي أعلمنا في علم الله الأزلي أنه العالم بأنه الواحد ثم إنه قد أخبرنا بأنه الواحد ثم إنه أيضا قد أعلمنا بأن الله تبارك وتعالى هو الواحد يعلم سبحانه غيره بما يشهد به لذاته ويخبره به ويبينه له فالله هو القائم بهذا كله وسبحان من هذا كلامه وهذا ملكه وهذه ذاته أيضا من مراتب الشهادة الأمر بذلك والإلزام به على من يسمع هذه الشهادة أن يقر بمضمونها وأن يأتمر بما جاء فيها من شهادة الله لذاته بالوحدنية فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدنية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع أولها علمه سبحانه بذلك ثانية تكلمه به ثالثها إعلامه وإخباره لخلق به رابعها وهو الأخير أمره سبحانه وتعالى للعباد بأن يلتزم به وألزمهم سبحانه بأن يقروا به إذن هذا الدليل من أقوى الأدلة لأنه صادر من رب القوى والقدر وما على العباد إلا أن يأتمروا ويلتزموا بما جاء به وبما جاء فيه وأن أي نقوص عن هذا الاعتراف إنما هو خروج عن الإقرار بالتوحيد اشتركوا في القناة